صباح الخير مشاهدينا لكان اليوم رح نكون عم نستعمل البنش ودمبلز ومات على الأرض أول تمرين رح نعمله هو تمرين البوش أب في كتير مننا بيعملوا بوش أب بس بطريقة غلط خاصة على المبتدئين اللي رح نعمله اليوم بالبوش أب هو رح تكون على الركب يلي نحن كتير من استسهله بالأول سو في كتير عالم بيعملوا غلط رح أعملوا الغلط اللي بينعمل بالأول يلي هو هيك في ناس بتنزل بتفتح كواعة شويلة برا وبتنزل تدهر بهيدا الشكل طبعا هيدا التمرين إذا عم نعمله بهيدا الطريقة بيكون غلط لأنه بكون عم حط ضغط على مفاصل الكتف والكوع والظهر وأسفل الظهر سو التمرين الصح للبوش أب على الركب إذا كنا مش قادرين نعمله فل بعمل اللي بعمله هو بحط ركبي وراء خسره بقربه شوية صغير لقدام طبعا بدي خلي المعدة مشدودة لأنه اللي بيخلي نثابت هو عضلات المعدة مش بس عضلات الإيدان تاني شغلي بدي أعمله هو أنه بدي حط الكف تبعي والكتف تبعي نفس المسافة يعني فوق بعض بهيدا الشكل وبسعن شوية صغيرة عن بعض وبس بدي أنزل بدي أنزل بجسمي كامل لتحد مش بس بدي أفتح كواعي بهيدا الشكل وانزل سو متل ما شايفين حاطت إيدي تحت الكتف خسري لجوة معنتي مجدودة بنزل على الأخير وبطلع لفوق على الأخير حتى كمان بس بدي أنزل لتحد بدي يكون عم بنزل على نفس مستوى الصدر تبعي يعني أنا وعم بنزل صدري بدي يكون بين إيدي بهيدا الشكل وبرجع بطلع لفوق بهيدا الطريقة متل ما شايفين أنا بنزل بياخد نفس وانا وطالع بفض نفس أثناء هيدا التمرين كمان الخسر لقدام المعدة مشدودة الظهر جالس وعلى طول عم بتطلع لقدام ما بعلي رأتي لفوق كرميل ما حط أي ضغط على مفاصل الرقبات متل ما شايفين نزل لتحد على الأخير وبطلع لفوق على الأخير هيدا بالنسبة لأول تمرين تاني تمرين رح نعمله ورح نكون عم نستعمل فيها البنش سودي رح نعمله بهيدا التمرين هو ديبس بطال عضلة الترايسبس من ورا كمان في أخطاء شائعة بتصير كمان بتحط لنا ضغط على مفاصل الكتف ومفاصل الكوع والظهر سو الطريقة الصح لهيدا التمرين يلي هو الدبس بحط جرية تقريبا شوي لقدام بقربهم عن البنش بهيدا الشكل بحط إيدي بهيدا الطريقة وبصير انزل بهيدا الشكل لتحد بخليك ويعي قدمة فيه مضبوبين لجوه وبطلع جالس لفوق أنا ونازل باخد نفس وانا وطالع بفض نفس وبجرب انزل على مهله إذا بدي صعب شوي بمد جرية أكتر لقدام بهيدا الطريقة وبنزل لتحد على الأخير وبطلع لفوق على الأخير مثل ما شايفين هيدا التمرين بطال عضلة الترايسبس جدا تمرين فعال كمان فيه تراشر بيكون على الكتف أو بيكون عم ممرن عضلات الكتف وطبعا عضلات الصدر هيدا بالنسبة لتاني تمرين تالت تمرين راح نكون عم نستعمل فيها الدمبلز بهيدا التمرين اللي راح نعملو هلأ راح نكون عم نستهدف عضلتين بنفس الوقت راح أعملها بإيد واحدة كرميل ندلكون أول واحدة بخلي الدمبل بهيدا الشكل بحملها بعمل بايسبس كورل هون بشغل البايسبس برجع ببرم وبطلع فيها لفوق على الأخير كرميل طال عضلة الكتف مثل ما شايفين بعمل وان بايسبس ببرم بطلع لفوق على الأخير طبعا هيدا التمرين فيني أعملو بيليئتين مع بعض مش بس إيد إيد ظهر جالس على طول بدي يكون المعادة مجدودة بعمل بايسبس كورل ببرم وبطلع لفوق الراس بهيدا الشكل مثل ما قلنا هيدا التمرين كون عم بستهدف فيه عضلة البايسبس هون وبس اطلع لفوق بعمل تمرين للكتف الأمامة اللي موجوده عدد التكرارات فينا نعملها بين العشرة لخمستعاش حتى فيكن أقل على حسب ما أنتو تكونوا حاملين أوزين وعلى حسب ما تكونوا معوّدين تحملوا أوزين بهيدا الشكل هلأ رح نعمل تمرين على الأرض رح نستهدف فيها عضلات المعادة سوه اللي رح نعمله رح نام على ظهره رح حط إجرية بهيدا الطريقة ما رح أطلع طلعة كاملة رح نستهدف عضلات المعادة ما رح أطلع طلعة كاملة رح أطلع نص طلعة بهيدا الشكل بس بدي أطلع لهون وجرب الركز على عضلات المعادة شده نقدمة فيه أنا وطالع سوه باخد نفس تحت وبطلع على فوق مثل ما شايفين رقبتي أو عم بتطلع ضغر ستريت للسقف كرميل ما حط ضغط على الرقبة أو اطلع بهيدا الشكل حط تنشن على عضلات الرقبة الأمامية سوه اللي بعمله بظلني عم بتطلع بالسقف باخد نفس تحت وبطلع على فوق فينو حط إيدي وراء رقبتي فينو حطن هون حيال لمحل أو حتى فينو حطن على الأرض إذا بدي ساعد شوي حالة أثناء هيدا التمرين سوه اللي بعمله وون باخد نفس وبجرب أعمله على قليت من مهلة كرميل كون عم بتحكم أو عم بقدر صيب عضلات المعدة بشكل صح كمان هيدا التمرين بكيني أعمله عشرة لخمسة عشر تكرار كرميل كون العضلة عم تشتغل صح مثل ما شايفين بطلع نص طلعة وبنزل على الأخير أهم شي ضلني عم بتحكم أو عم صيبها لعضلة المعدة بشكل صح هيدا بالنسبة لعضلات المعدة التمرين اللي رح نعمله هلأ كمان بنا نحتاج فيها الدمبل وبالطال عضلت عضلت الظهر صو بهيدا التمرين نحنا منسميها سينجل آرم رو اللي رح أعمله رح أمسك الدمبل رح مد إجري الشمال بعيدة شوية عن البنش إيدة التانية بدأ تكون على البنش بهيدا الشكل بدأ يكون مهدي حالي لحتى أعمل أو سبت جسمي بمد إيدة التانية على الأخير وبطلع فيها لفوق بهيدا الشكل بنزل لتحت على الأخير وبطلع لفوق على الأخير بجرب ركز على عضلات الظهر أو عضلة اللات الكبيرة كرميل ركز عليها واشتغل فيها صح سو بطلع على الأخير لفوق وبنزل لتحت على الأخير وبجرب ركز على العضلة أنا وعم أعملها مثل كأنه عم بعمل muscle mind connection كرميل يكون عم صيب العضلة صح أثناء التمرين خلي ضهري جالس متل ما شايفين جرب ما أعمل ضهري هيك بضلني straight وعم بتطلع بالأرض كرميل طال العضلة صح فيني كمان أعملها الثاني ميلة نفس الشي إيدي تحت الكتف الجر الثاني بعيدة الركبة تحت الورك وبعمل rowing بالإيد الثانية كمان عدد التكرارات فينا نعملهم بين 8 ل 10 ل 15 متل ما قلت لكم على حسب الوزن وعلى حسب أنتوا قداش مرتاحين هلأ رح نرجع نعيد التمرين من الأول سو أول تمرين عملناه هو تمرين ال push up عملناه على الركب منحط ركبنا ورا في هذا الشكل بمد يدي لأدام مثل ما قلنا الكف في الإيد بد يكون تحت الكتف المعدة بد تكون على طول مشدودة أثناء التمرين فوت خسر شوية لجوة بشد المعدة وبنزل لتحت على الأخير وبطلع لفوق على الأخير بنزل على مهلة وبطلع أسرع شوية صغيرة مستوى الصدر بد يكون بين يدي على طول يعني ما بدي انزل لورا ولا كتير لأدام كرميل ما حط ضغط على مفاصل تاني ما بدي شغلة بنزل لتحت وبطلع لفوق على الأخير بركز على عضلات الصدر وعلى عضلات الترايسبس والكتف الأمئمة هيده بالنسبة لأول تمرين تاني تمرين عملناه هو لعضلة الترايسبس دي رح نعمله على البنش سوى متل ما قلنا بمد جرية لأدام على الأخير بهذا الشكل بخلي كواعي شوية لجوة بنزل لتحت على الأخير وبطلع لفوق على الأخير بجر بظلني سابت قدمة فيه بخلي كواعي لجوة بنزل وبطلع لفوق طبعا في عالم بتحسها كتير صعبة بكل بساطة بس برجع جرية لورا بهذا الشكل وبنزل بكون قريب للبنش أكتر يعني بتصير التمرين أسهل أثناء عم بعمله إذا بدي صعب بمد إجرية وبنزل لتحت على الأخير بهذا الشكل هيدا بالنسبة لتاني تمرين تالت تمرين عملناه بطال عضلة البايسيبس وعضلة الكتف سو اللي بعمله مد إيدي على الأخير لتحت بهذا الشكل بعمل بايسيبس بعمل روتايشن وبطلع فوق الرأس على الأخير كلمة طال عضلة الكتف سو متل ما شايفين رح عملكون إياها عن الجنب كلمة تشوفوا الكتف كيف بدي ضل ثابت والمعدة مجدودة والظهر جالس بعمل وان بايسيبس روتايشن وبطلع لفوق على الأخير مثل ما قلنا عدد التكرارات بدي يكون بين 8 ل 10 ل 15 مثل ما قلنا على حسب الوزن وعلى حسب أنتوا قداش مرتاحين أو قداش قادرين تعطوا بهذا التمرين تالت تمرين عملناه هو كرمال عضلة الظهر بحط إيدي تحت الكتف الركبة تحت الورك ببعد إجري عن بعض إجري عن بعض وبعمل روينج بهذا الشكل بمد إيدي على الأخير وبطلع لفوق على الأخير وبجرب أعمل سكويز على عضلة الظهر فوق بهذا الشكل كمان لتاني إيد بمد إيدي على الأخير لتحت وبطلع لفوق على الأخير مثل ما قلنا هذا التمرين بطال عضلة الظهر ومن بعد هذا سنستهدف عضلة المعدة مثل ما قلنا سنطلع نصف طلعة مش طلعة كاملة إذا حسيتوا حالكم قادرين تطلعوها طلعة كاملة أكيد طلعة كاملة بس إذا حسيتوا حالكم بعدكم على البداية مش ضرورة تكونوا عم تطلعوها تطلعة كاملة مهمة تشد المعدة وتعملوا تنجيجمنت صح هيدا التمرين بأخذ نفس تحت وبطلع على فوق تفضي النفس مثل ما شايفين مثل ما قلتلكون أهم شي تركزوا على العضلات الرقبة أو ما كثير تنتعوا برقبتكم لقدين خليكن عم تطلعوا ستريت للسقف حطوا أنتو طلعين لفوق بهيدا الشكل بأخذ نفس تحت وبطلع لفوق بهيدا الطريقة آخر تمرين رح نعمله رح نعمل تلانك مثل ما كلنا بنعرف تمرين هو نحنا بنكون عم نعيره بالسواني أو بالدقايق بنحط تلفون قدامنا أو بنعير وقت قدامنا تمرين الصح أو الشكل الصح لحتى نكون عم نعمل هيدا التمرين هو كالتالي سو أول شي بحط كوعة تحت الكتف بمد جري لورا وبعمل لأكتر وقت ممكن فين أعمل فيه بجرب قدمة فيه ما أعمل تراشر لا تحت على الأرض ولا أطلع لفوق بظل ثابت المعدة مشدودة بهيدا الشكل طبعا تمرين لبتانك هو من أهم التمرين لا عضلات الكور وتقوية عضلات الكور مش بس عضلات المعدة الأمامية فيها تكون عضلات الجانبية من الأوبليكس الداخلية حتى عضلات الظهر والبلفك فلور وهيك من تكون مرننا جميع العضلات بالشكل الصح للمبتدئين